أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل قول أنا سلفي من التزكية للنفس أو قول أنا من أهل السنة والجماعة يعتبر اتهام للآخرين بأنهم ليسوا سلفيين أو ليسوا من أهل السنة والجماعة مش الداعي أنك تقول أنا سلفي وأنا من أهل السنة يا أخي إلزم هذا وعمل به لو ما قلت أنا لو ما قلت أنا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة